أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدان خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الأمريكية من مستويات متقدمة تدعمها شراكة استراتيجية تاريخية وحرص متبادل للوصول بها إلى أثاق أوسح وأشار سموه إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وتنسيق مشترك بين البلدين والدفع به نحو مستويات أكثر تكاملا بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه يحفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد سيفين كرينغ بونجي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين حيث أكد سموه على أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره الأساس للتنمية في تحقق تطلعات شعوب المنطقة والعالم وتم خلال لقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث أكد سموه أهمية وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية وحماية المدنيين وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات لقطاع غزة وأكد سموه أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحمي حياة وسلامة الشعوب ومصالح الدول وأن يكون السلام العادل والشامل والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كما أشار سموه إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما يجمعهما من علاقات تاريخية واتفاقيات مشتركة والتي كان آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار والتي ستسهم في زيادة آفاق التعاون في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين